اهلا بكم معانا وحلقة جديدة في برنامجنا التاسعة ومن هنا نبدأ فقراتنا بالتهنئة تهنئة لكل مصر كل مصر بيوم من اروع ومن افضل ومن اقوى ومن امجد ايامها كل مصر بجيشها وشرطتها وشعبها كل سنة وانتوا طيبين وبالف صحة وسلامة 25 يناير واحد من اروع الايام في تاريخنا الحديث النهاردة هنئ الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بذكرى عيد الشرطة الذي وافق 25 يناير من كل عام وذكرى ثورة 25 يناير وقال فخامة الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع فيسبوك النهاردة الثلاث سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الاسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من اجل الوطن مهما كانت الصعوبات وهي الروح التي استلهمها ابطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا ارواحهم لتخليص الوطن من افة الارهاب وفتحوا بدمائهم الطريق امام التنمية والعيش الكريم لابناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير انني اذ اهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير ادعو الجميع لاستنهاج الهمم من اجل مستقبل افضل تستحقه مصر صح كلنا في مصر نستحق مستقبل افضل كلنا في مصر بزلنا الغالي والنفيس علشان خاطر مصر تعيش احسن احلى افضل اقوى مصر حقها بين الامم مش بس انها تبقى عاصمة صنع قرار لا انها تظل دائما فجر الضمير الانساني مصر بدأت خطواتها مصر مشت على الطريق الصحيح مصر بدأت الطريق السليم بمنتهى القوة علشان كل اللي كنا بنحلم به كلنا حلمنا بحاجات كتير حلمنا بصحة افضل بتعليم بصناعة باقتصاد بزراعة بمستقبل لولادنا 25 يناير برضو كانت تطالب دائما بالكرامة الانسانية العيش والحرية والكرامة الانسانية صح صح مظبوط السؤال بقى اليس جزءا من العيش والحرية والكرامة الانسانية انك تعيش في بيت عليه الايمة انك تمشي في شارع امن حرية بلا امن وامان لن تصبح حرية هتصبح فوضى طبعا هتمرس حريتك ازاي وانت ممكن تتسبت هتمرس حريتك ازاي وانت ممكن تتسارق وتتقتل يا خبرة بيض بدم الناس اللي راحت من شرطتنا العظيمة وجيشنا العظيم ومدنيينا ايضا اللي راحوا بسبب كل اساف للاخوان ومن صار على نهجهم للأسف ده اللي حصل لكن في النهاية خالص وصلنا الفين وصلنا الى انه النهاردة هتلاقي مناطق كانت غير امنة على المستوى الامني بمعناه المباشر كانت غير امنة لانها حتى صحيا بيئة غير مناسبة كانت غير امنة لانها اجتماعيا مش هيطلع منها النشء اللي انت نفسك فيه كانت غير امنة لان كانت البيوت مش عايز استخدم مصطلح سيء لكن كانت لا طليق ببني ادم منها على سبيل المثال حتة عندنا في السيدة زنب اسمها تل العقارب اظن سكان السيدة اضرى بيها مني كويس جدا انا اصلي من الناس اللي تحب السيدة زنب اوي يعني واحضر المول الدايم تل العقارب معروفة عند رواد منطقة السيدة ومعروفة عند سكان السيدة بل انها معروفة عند جانب كبير من المجتمع المصري وتعمل عليها فيلم زمان على فكر فيلم على الجريمة وعلى العشوائية وعلى ما يحنس في هذه المنطقة كان اسمها تل العقارب وكان لها من الاسم نصيب وافر قد كده عدت الدنيا ولاجل العيش والحرية والكرامة الانسانية ولاجل انه اصبح فيه دولة حقيقية مؤسسات خايفة على المواطن وهي اللي بتجري على مصلحته مش عايزة المواطن هو اللي يجري وارى الموظفين والمؤسسات والهيئات والمصالح الدولة بقت هي اللي رايحالك فهي اللي خدت القرار بانه مفيش حاجة اسمها تل العقارب لازم كل دا ينتهي لازم يبقى فيه بيت عليه الايمة ومدرسة عليها الايمة وشارع عليه الايمة ومحل عليه الايمة وامن هرم ماسله عارفينه طبعا هرم الاحتياجات الشهير الامن هو رأس الهرم اللي لم يكن هناك امن لا بقاش في دولة دي بقى روضة السيدة ايه ده انا شيف على شاشة تانية هتعالي نوريها للمواطنة ايوة ادي يا سيدي عمرات روضة السيدة من كلمة تل العقارب الى روضة جنة صغيرة حضيقة يا نع وفرة جميل الله ده ورايا طاها جبالي شوف براوليهات بتاع الطاها دي ادي العيال نزلة بتلعب بالعجل في شارع عليه الايمة اعمدت انارة عليها الايمة بيوت بالمشربيات بعمارة اسلامية طليق على المنطقة ما هو حي من احياءنا الاديمة الاحياء اللي هي الطراز الاسلامي الجميل ما بين مملوكي وفاطمي فاتعمله بقى حاجات اللي هي ايه الترا مودرن مملوك على سبيل المثال يعني ايه بشكل العمرات شكل البواكي اللي انتوا شايفينها قدامك ودي ادي المحلات عمرها ما كانت كده لحد ما بقت روضة السيدة عمود النور اللي عليه الايمة الناس عايشة اصل العمرات خلاص ساكنة محناش بنتكلم على حالة خيالية لا هي جرافيكس ولا هي فوتوشوب ولا احنا قاعدين بنتفرج على حاجة 3D احنا بنتفرج على الواقع عربيات الناس اللي راكنا الناس ساكنة جوه البيوت شكل العمرات قدام حضراتكو اهو شكل الجناين الشجر موجود النخل الى اخره العيال قاعدة عمالها بتلعب بالعجل في الشارع الشارع بقى مرسوف بالانترلاك حاجة عظمة مية مية ولعل هذه الصورة في منها الاحدث يعني هتلاقي على سبيل مثال زميلنا العزيز صديقي وزميلي رامي محمد مراسلنا مراسل التلفزيون المصري وبرنامج التسعة من روضة السيدة زي زاك يا رامي مش عايز اطول خش يا رامي على العيلة وبعد اذنك قلهم يتكلموا زي ما هم عاوزين وبرحتهم وعايزك بعد اذنك تسألهم تل العقارب كانت ايه ولما بقت روضة السيدة بقت ايه برحب بيك يوسف وبرحب بكل متابعيك ويمكن ده السؤال الرئيسي اللي كان في بالي ان انا اسأله للأهالي اللي التحول ده انت لسه بتتكلم يعني هاخد من كلامك وهكمل عليه بتتكلم عن فكرة الحق المواطن الحق في السكن الملائم الحق كمان في الخدمات التأمين الصحي والخدمات الطبية كمان بنتكلم عن حق في سكن حقيقي سكن ملائم سكن به كثير من القدمات والتحول الحلم اللي انت تتعلم عنه من شوية هو الانتقال من سكن عشوائي لسكن منظم ولائق بالانسان والمواطن المصري من سكن غير آمن لسكن آمن ومش بس كمان للأهالي وللأجيال القادمة كمان الانتقال لسكن بنتكلم عن تغير نوعي من تل العقارب لرودة السيدة يعني رحلة كبيرة جدا وانتقال كبير جدا أهل المنطقة هم اللي تتكلم عنه بشكل كبير جدا يعني خليني أبدأ في البداية وأنا موجود في إحدى الوحدات السكنية دلوقتي ومع في ضيافة إحدى الأسر أيضا ويعني نتكلم عن أكتر من 816 وحدة خليني نختلف الأول من المشروع والمجهود الكبير جدا اللي بوزل في هذا المشروع عشان يشوف النور والأهالي تكون موجودة فيه بترحيبي بالأستاذ محمد عيد رئيس جهاز روضة السيدة برحب بك أستاذ محمد معنا في بنامج التاسعة وخلينا أسألك شوية المشروع بدأنا نستلمه من بعد 2019 وبدأ تسليم الأهالي 816 وحدة وكلمنا كمان عن المحال الموجودة والخدمات المقدمة والمأسات المختلفة ما بين الوحدات السكنية هل بتختلف من أسرة لأسرة وكمان الأجهزة والفرش اللي تم تسليمه للأهالي أهلاً وسهلاً بعضوطك والله يا فندم احنا أنا يعتبر المشروع عروض السياة زينب من أهم المشروعات القومية في عهد فخامة الرئيس عفتاح السيسي المشروع ده يا فندم على مساحة 7.5 فدان بيتكون من 16 عمارة بـ 816 من 16 عمارة من 816 وحدة السكنية فبدأنا بداية التسكين بتعلمات من السيد الوزير المحافظ بعادة أهالي تل العارب إلى أماكنهم السابقة بداية التسكين 26 2019 المشروع ده فيه 816 زي ما قلت لسيادتك وحدة السكنية تم تسكينهم بالكامل فيهم جميع المرافق فيهم جميع المفرشات جميع الوحدات كاملة المفرشات بالعفش والأجهزة القربائية وغرف النوم وغرفة أطفال جميع الأجهزة موجودة فيها أستاذ محمد يمكن كمان هرجع لك خليدا يعني مش خطوة خطوة وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الوحدات وكمان كاملة التشطيب والأجهزة اللي موجودة فيها هننتقل برضو نروح للأسر الأسر طب يمكن المشتفيد الأول من المشروع والحال اللي تغير من تل عارب لرودة السيدة أرحب الأستاذ محمد اللي إحنا في ضيافت والنهاردة وفي ضيافت أسرته أرحب بيك يا فندي معنا أستاذ محمد خلينا نتكلم تفضل مايك خلينا نتكلم في البداية عن الفرق الكبير ما بين تل العارب ورودة السيدة رامي قل له بعد إذنك بالإذنك يا رامي برضو قل له يوسف بيستئذنك قل لك قل برحتك اللي انت عايزه الدولة اللي قامت على المشروع بحي السيدة قل له يا رامي رودة السيدة بعد تطورها من تل العارب وجاب العز ودلوقتي دلوقتي كلها بقت في حالة أفضل من الأول بكتير وحالة كويسة من العدم للحياة والحمد لله ربنا بارك لنا في كل واحد بيسأل عن المشروع بأي زر زي كانت كفالة طبية زي كانت دي زي كانت دي فبنشكر جميع المسؤولين ونشكر السيد محمد عيد ونشكر القناة التاسعة أستاذ أستاذ محمد خانين نتكلم كمان استلامكم للوحدات كان بعد 2019 استلمتوها بكلمنا عن موصفات من الداخل وكمان الفرش والخدمات المقدمة لكم استلمنا الشقة الجماعة في شهر يعني هو وضنوم وانتري وقضة صفرة ونيش ومطبخ وحمام بجمع المفرشات كلها نستلمنها بيها كمان الأستاذة تعرف بحضرتك بارو المدام بتاعك فضلي فاني والسلام حضرتك فضلي فاني مساء أعرفينها محظك لأن حضرت المدام أستاذ محمد محمد عبدالله في حضرتك الحمد لله كويسين طبعا مكان لما كانه في تغيير كامله واستلمنا برضو الوحدات بكل حاجة والأجزاكة وربائية وكله والحمد لله أحسن بكتير قوي عن الأول ونشكر يعني كل المسؤولين بصراحة الحاجات دي كلها الحمد لله خلينا كلمك دلوقتي الاختلاف بين الأول لما كنت تقولي مثلا أنا موجودة في منطقة تل العارب ودلوقتي موجودة في منطقة روضة السيدة وكمان الشكل المعماري من بره يعني يا رازد فاطيمي من الخارج كلميني عن الشكل طبعا فرق كبير طبعا عن الأول بكتير وأحسن وأنضف بكتير عن من مكان روضة السيدة لتالي لعريب حاجة تانية كبيرة أو الحمد لله ويس الحمد لله تمام تمام لو عايز أسأل حضرتك عن الأولاد الأولاد زي شايفين الحياة دلوقتي مختلفة عن الأول دلوقتي بقى فيه كمان الأمان في الخدمات المختلفة بيطلعوا ويدخلوا براحتهم الحمد لله كمان عن الحراسات اللي موجودة كمان الحمد لله كله كويسة ما فيش أي حاجة طبعا يعني ناس طبعا في حالنا وناس معترمين ما يعملاش ضعب أي حد نطلع في حالنا ونخش في حالنا والحمد لله يعني فيش أي حاجة أستاذة بردو افضلي فانش تعرف بحضرتك فانش ايوانا الحج أحسان أمو طارق كنت في سارع سيد سيد البران ميو واحد وجينا هنا والحمد لله السوقة جميلة جدا السوقة حلوة وفرساها حلوة والأمارات حلوة وكلها جميلة جدا وربنا يخليه رب سواء الله كده ويبارك لنا في خلينا أسأل حضرتك برضو في الصيانة اللي بتتم ما بين الوقت والآخر لما بتتواصله مع الجهاز سواء مثلا في خدمات أمنية خدمات طبية الخدمات المتوفرة هليكم كمان في المخيط المخيطة أنا كويسة أوي أوي وما فيش حد تاعب معنا زي سيد محمد حيث بصبع كأنه إحنا أهله كلنا كل حاجة بيرروح له بتلجأ له وربنا يخليه هنا شكورك يا فنم بشكورك يمكن يوسف لو هنتكلم عن الصورة هنا هو ده الانتقال بالحلم اللي كلمت عنه من شوية من تل العقارب لرودة السيدة التغير الكبير فيه سواء في المعيشة أو في المظهر الجمالي كمان من الخارج طبعا كلم عن المشهد الفاطيمي والتراث الفاطيمي اللي موجودة على العمائر من الخارج تغير في كل الجوانب بالنسبة للأهالي مش بس في الساكن الملائم عودة لك مرة أخرى هاي الجدد أنا شكرك جدا رامي ألف شكر لزمنا العزيز رامي على هذا التقرير من تل العقارب على الهواء مباشرة زي ما بيت ما بقتش تل العقارب بقت رودة السيدة عشان تبقى رودة السيدة زي ما انتوا شايفينها كده علشان نقدر نحافظ على هذه المباني وعلى هذا المجتمع عشان العالي الزغيرة تنزل تقدر تقعد تلف بالعجل وتلعب وتهزر وتضحك وتلعب شوية كورة وما إلى ذلك عشان السيدات الفضليات ده الأديمزق العالي بتلعب وعشان السيدات الفضليات والبنات يقدروا ينزلوا ويروحوا مشاورهم وييجوا واللي رايحة المدرسة واللي رايحة الشغل واللي رايحة الجامعة واللي رايحة تزور واحدة صحبتها إلى أخير وعشان المنظومة دي تكتمل استحالة تكتمل دون وجود أمن أمن هنا يعني وزارة الداخلية أمن هنا يعني الشرطة المصرية يعني أحسسك طول الوقت إن انت في أمان إن محدش يقدر يدوسلك على طرف إن محدش يقدر يمدي إيده عليك ولا يمدي إيده في جيبك من أوائل عشان تبقى فاهم من أهم وأفضل صور الأمن والأمان إن أنا أحسسك طول الوقت بوجودي إن أنا موجود موجود لأنه إنت عارف إن فيه عربية شرطة تبقى وقفة على مداخل الشوارع موجود لأنه إنت عارف إن فيه كاميرات بتراقب كل شيء موجود لأنه أنا أول ما لقدر الله لو احتجت شيء ورفعت سمعت التليفون على شرطة النجدة هلاقيهم في دقيق موجودين قدامي موجود لأنه مفيش حد أصبح يجرؤ يسبت عيل عنده ثلاث سنين يجرؤ خلصت انتهت لهذا السبب هي روضة السيد حتى اختيار الاسم اختيار زكي كلمة تل العقرب دي كانت كلمة مخيفة بالمناسبة يعني وبالمناسبة يعني وحوش بشنابات ما كانوش يعرفوا يخشوا تل العقرب يعني ولا جاب العزه على الحتة دي بس مش دي قصة يعني لأنه عايز أوصله لك إنه حتى كلمة روضة هي بتعكس حاجات كتير بتعكس الشكل وبتعكس المضمون الروضة بالمناسبة هو جزء من التعبير أو التفسير اللافظي بتاعها أنها مكان جميل وآمن أنت تستشعر فيه الأمن والأمان دفا دفا إنساني مش دفا في السقيع يعني وبالمناسبة لو على ذكر السقيع البيوت اللي كانت موجودة قبل كده لكانت تمنع لا سقيع ولا تمنع حر لكن دي بيوت بجد بيوت طول بعرض خرصانة ومباني بيوت شكلها حلو شكلها يفرح أنت عارف يعني إيه نفسية العيل الزغير اللي يتربى في بيت زي ده ونفسية عيل تاني يتربى في بيت وحش سيء لا صرفه الصحي مظبوط ولا كهربته مظبوطة ولا ميته مظبوطة ولا شوارعه مظبوطة ولا فيه أعمدة إنارة تنور في عز الليل تخليها له نهار فيقتنس ويستقنس بيها الدنيا حاجة تانية اللي حلم بيه المواطن المصري بيتحقق على الأرض هل إحنا كده جبنا الآخر يعني وصلنا إلى قمة الأحلام الإنسانية لا يا فاند ما وصلناش طب نصها يمكن يمكن أقل وارد يعني ممكن نعمل أحسن من كده آه ممكن نعمل أحسن من كده طب وإيه اللي موقفنا مفيش حاجة موقفانا ده إحنا واخدينها جاري اللي إنتوا شايفينه ده كله جرى فيه أقل من سبع سنوات على ما البلد وقفت على رجليها ومؤسساتها اكتملت ويتم تسبيت أركان الدولة إنت شايف قدامك دلوقتي على الشاشة أنا وإنت مواطنين إنسى يوسف لمزيع ولد يولو زي زيك بالظبط وبالمناسبة اللي أنا بقولهولك ده كلام راجل يمكن خلال بضع أسابيع صحيح يبقى عنده 47 سنة سواء كان عيل زغير زي كل العيل اللي إنت شايفهم ابن طبقة متوسطة مصرية عادية جدا ياما لعبنا في الشارع محناش من العيال اللي رايح بقى ده أنا بعض صحابي في نادي الجزيرة خالص آقا كنا بنروح نوادي وبتاق بس دي قصة تانية يعني على أيام ما كانت الحاجات دي في الرخيص مكادش غالقة موام لكن لعبنا في الشوارع وسوقنا عجلنا في الشوارع وشفنا حاجات حلوة وشفنا حاجات مش حلوة فاللي أنا بقولهولك من قلبي هو أنا حاسس كويس جدا بالفرق اللي حصل في مصر الفرق اللي حصل عند كل مواطن تاني هرجعك لأ اللي هيفهم ده أكتر السيدات والبنات اللي النهاردة يقدروا يتمشوا في الشارع وهم متأكدين إن مفيش مخلوق يقدر يدوس لها على طرف مخلوق طيب ملاش دي تعال نبص على حاجة تانية سيبق يا سيدي الأمن والأمان الشرطة متواجدة الحمد لله والشكر لله من أصغر رتبة موجودة فيها أجدد عسكري مجند إلى أكبر الكوادر الشرطي الحمد لله والشكر لله بس في حاجة تانية أنت تلمسها كمواطن أنا بالمناسبة جربت داي يعني أنا مرة جربت أروح لما قالوا يا جماعة ده في حاجة اسمها مصلحة أحوال مدنية بقى فيها مكاتب موجودة في المولات ومش عارف فيه حاجات زي كده أنا طبعا ده بالنسبة لي كان خيال الخيال يعني اللي هو يعني أنا ممكن أبقى بروح أعمل شوپنج في مول أو مش الحاجة الحلوة دي لأ ونبي لا ترجعوا لي بتاع لأن أنا رحت أنا زرت أنا شفت بنفسي أنا إنه أخب بعضي وأروح أنا مش عاوز لسه أطخ مشوار لحد مثلا مصر القديمة مصر الجديدة مش عايزة تخل مشوار ده ما أنا بقى بقيت ساكن ستة أكتوبر فأنا عايز حاجة قريبة مني طب هروح فين ومش عاوز تبقى زحمة فقالوا لي يا عمان ببقاش في زحمة على حاجة هو أنت بتشتغل قالوا مثلا بشتغل في مدينة الإنتاج الإعلامي فطب ما أنت قدامك النحة التانية مول كذا ما قدرش أقول اسم المول بقى ماشي طيب يعني هو ده فيه أحوال مدنية أيوة فيه أحوال مدنية قلت لهم في المول قلت بقول لي ليونس في المول قال لي أيوة قلت له استنى كده عملت طبعا سيادش على جوجل وخدت بعضي ورحت أنا ركنت العربية في الباركنج لقيت الوحدة بتاعت الأحوال المدنية قدامي دخلت سلام عليكم أنا عايز شهادة ميلاد وعايز شهادة آه طيب تمام أنا طبعا لابس الكمامة دي أهم حاجة إلى آخره قدمت الرقم القومي بتاعي الرسوم كذا هو ده اللي أنا دخلته بالمناسبة وخدت الحاجة والله 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 وحياة أمي الغالية فأقل من ثلاث دقايق كنت مستلم الورق بتاعي واخد بعضي برنس وماشي آه عم يوسف دعمونك كده علشان أنت مزيع طب والله كمان مرة لا كل المواطنين اللي جانب دول بيشتغلوا موزيعين مثلا لا لابس كمامة وحد عارف ماشي يا عم شبه عليك سمع صوتك باعتباري الرجل بتاع راديو قديم يعني كل ده أنا بالنسبة لي حاضر أنا ماشي معاك مش هو لحد آخر طب وبقية المواطنين اللي كانوا وقفين على الشبابيك كل دول برضو موزيعين أو سفراء ووجهاء خالص ناس عليك زينا كلنا يعني ده على سبيل المثال في بقى حاجة حلوة كمان دي أنا كنت أسمع عنها أنها موجودة في اليابان أيوه هي المكناة دي شايفين أنتو أيوه هي دي برافو عليك عبدالله برافو عليك طهال أطني على طول هي المكناة دي حضرتك بتخش تقف قدام المكناة دي بتصورك بتطلع لك الحاجة اللي أنت عايزها كل البيانات بتاع شهادة ميلادك موجودة بطاقتك بتاعت الرقم القومي موجودة عاو استجدت كل ما هو متعلق بالأحوال المدنية أصبح موجود فيه متناول إيدك بمنتهى الصرعة بمنتهى الصرعة وبمنتهى الكفاءة وخليني كمان أزيدك بقى من الشاعر بيت الناس اللي قاعدة الموظفين اللي موجودين بصراحة كلهم ناس زي السكر مفيش الجو اللي كنا نسمع عنه بتاع زمان دا بتاع بقى إيه اللي هو أنا مفطرتش مشيبتش الشاي مفيش الجو بتاع مدام اكتشار اللي دايما مكشرة في وشك دي بقولك إيه أطلع الدور السابع يا عم رزق طلعوا الدور السابع كده وخبالك ولما بقى في حاجة اسمها السيستم طبعا أنا حضرت الحاجات اللي كانت قابل السيستم يعني لما كان كله دا فاتر لما بقى فيه السيستم الله يا السيستم واقع سبحان الله كان السيستم ساعاته يشتغل كده بالحب يعني النهاردة مفيش كلام من دا تعالي بقى على اسم الشرطة اللي أصبح مش بس مختلف في الشكل ولا في البط بص اسم الشرطة ده مثلا هتلاقي بتاع الجمالية شكله مختلف عن بتاع مصر الجديدة شكله مختلف مثلا عن اسم شرطة مثلا تلاقيه في الشطبي في اسكندرية شكله مختلف عن مثلا اسم شرطة يبقى موجود في السيدة كل يعني تصميم الاسم مختلف طب مختلف ليه عام يوسفان مختلف لأنه معمول طبقا للطراز المعماري اللي لايء على الحية أو المنطقة اللي هو فيها جدير بالذكر باعتباري من سكاننا 6 أكتوبر حدير حتى بتاع الطريق مصر اسكندرية أنا عاجبني قوي مدرية أمن الجيزة الجديدة دي حلوة قوي شكلها حلو ولأن أنا ساكن جنبها جدا فمديالي إحساس بأمان غير طبيعي أنا ساكن جنب المدرية اللي هو فيه أأمن من كده يا حلولي والله ما فيه أحلى من كده المهم فهرجعك على حتى الشكل يعني احنا تكلمنا على المضامين إزاي الخدمة بقت سريعة إزاي الخدمة بقت حلوة إزاي الخدمة منتهى الكفاءة حلو تكنولوجيا ما فيش بعد كده حتى الشكل بقى شكل حلو وجميل ويشرف ويفرح بص اتخذ بالك من العربية بتاعت المرور ويها معدية أقول لك على حاجة حلوة في المرور بالمناسبة بقى عشان تبقى عارف يعني العربية دي مجهزة تجهيز تقني مش عالي المستوى هو على أرفع وأرقى مستوى ممكن نتصوره أدي واحد ده الترخيص بتاعة العربيات في المولات الجديدة يعني دلوقتي أصبح حضرتك تقدر تروح تعمل الفحص الهندسي بتاعة العربية وانت في مول والله العظيم أنا عارف أنه مش في ناس كتير مش عارف الحكاية دي بس أنا جزء من دوري أنا أقول لك أنه ده حاصل لأنه هذا يحدث في مصر ده بيحصل فعلا في بلدنا أدي أمان ومنقل الوحدة المرور دي الاستراحة يا جماعة اللي انتو شايفينه قدامكو ده ولا في أوروبا ولا في أمريكا دي مصر دي مكاتب المرور في مصر قدامكو يعني طب أقول لك إيه إحنا ده روحنا صورنا حضرناتكو انزل جرب القدمة بنفسك وأنا أنا أدعوك بقى الحاجة لطيفة جدا على رأيي طب صور وشير حلوة دي يا طب يمكن ده يكون موجود ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى لطيفة في السوشيال ميديا يعني إن أردت طبعا فينا من ضمن أعداء السوشيال ميديا لكن آه صور استأذم بالمناسبة يعني عشان يعني محدش يجي يقولك إيه اللي انت بتعمله ده مو هبغضو الناس من حقه تعرف انت بتعمل إيه لو ما جمعنا بعد إذنكو عايز أصور وانت داخل كده أصور بالموبايل هذا الشكل الراقي المحترم الجميل آه تمام اتفضل صور وبالمناسبة انت هتلاقي كل المساعدة يعني فهتلاقى انسك بتصور وتمام التمام وحط ده على الصفحة بتاعت حضرتك على فيسبوك ولا على الأكاون بتاعك بتاعت تويتر ولا انستجرام ولا تيك توك حلو قديني بقولك اوعمل اللي انت عايزه اللي انت عايزه كويس بس عملها مظبوط يعني خليك صح تروح يقول يا جماعة أنا بعد إذنكو أنا اسمي فلان بشتغل محاسب في البنك الفلاني مثلا يعني بشتغل مدارس أنا طالب في الجامعة وعايز أصور ده وعايز أوري الناس التطوير اللي حصل ده والله العظيم ما كان حد يتخانب في مصر احنا كنا نتخانب نتخش وتقعد وتلاقي استراحة بالحلوة وبالشياكة دي وتلاقي العربية بتاعتك بتعمل لها فحص بالأجهزة دي كده ايه العظمة دي طب بلاش لسه كنت بتكلم مع صديقنا وزميلنا العزيز عم سعد أحد أمهر اللي لم يكن الأمهر من سائقي سيارات مصر على الإطلاق وبعدين بقى عم سعدة ده أشتر من الجي بي أس والله العظيم أبص على الجي بي أس مش كده عبدالله تبص على الجي بي أس مثلا فيجي يقولك الطريق ده زحمة والطريق ده سالك عم سعدة يقولك لا بلاش ده أصلي دلوقتي هيحصل مش عارف إيه ده قدامه خمس ده ويتزحم فهن إيه هنتزلق في الحتة دي تعال نخرم من الحتة دي هب هب وبعدين عم سعدة حافظ خريطة الطرق الجديدة كلها لأنه بيعمليه بقى بياخد بعضه ويجرب الطريق ويشوفه رايح وجاي وعمل إزاي قعد يحكي لك عليه وبعد 200 متر كده بص قدامك إيه كيلو كده هتلاقي مش عارف إيه بص بقى اللي حصل مع عم سعدة كان إيه عم سعد وهو رايح يستلم عربيته بيشتغل عليها معنا فبيركم الأول ميكرواز واش يستلم العربية فنكم الميكرواز فسامع الحدوتة الآتية بالنص صاحب ميكرواز الميكرواز بتاعه اتسرق ماشي هتقولي ايه اتسرق اقولك اتقل والله والقصة حقيقية وعلى لسان زملنا صادقنا أخونا عم سعد المصري وبالمناسبة اسمه عم سعد المصري فعلا ضلق بعيلته يعني مويم فالرجل بيحكي الميكرواز ان هو الميكرواز بتاعه اتسرق فخب بعضه وراح على الاسم علشان يعمل البلاغ فراح بالفعل الاسم عمل البلاغ وعمل المحضر وقالوله يومين كده وهتلاقينا احنا اللي بنكلمك طب اجل حضرتك امتى يا فندم قالوله يومين واحنا هنكلمك في اليوم اولاني تاني التالت لقى تربت تربت التليفون احنا اسم كذا انا فلان الفلاني لو سمحت عدي علينا عدي عليهم قالوا بص يا سيدي العربية بتاعتك بالضبط كده العربية بتاعتك اتخدت من الشارع الفلاني خرجت من كذا الساعة كذا عدت على بوابات محافظة القاهرة الساعة كذا خرجت من القاهرة مشت على طريق الصعيد دخلت محافظة كذا الساعة كذا وصلت لحد بوابات المينيا الساعة كذا ومن بعد ما دخلت المينيا هي كده ايه موجودة جوه المدينة يعني جوه مدينة المينيا جوه فدلنا يوم او يومين بالكتير وهنتصل بيك نكون جايبين لك العربية يومين بالملي وكانوا جايبين له العربية لا سحر ولا شعوازة ليه علشان المنظومة بتاعة التكنولوجيا المرور الجديدة مش احنا واحنا ماشينا على الطرق السريعة والبوابات والحاجات المحاور الجديدة اللي اتعاملت فيها الكاميرات اللي بتدي فلاش كده واحنا سايقين وفي نفس الوقت فيه عندنا ستيكر اللي ملزوء على العربية من برا طي فيه ناس جات قلت لك استيكر ده يا عم عوزين يلم وفلوس لا الاستيكر ده اتجابت ديه العربية بتاعة الراجل لانه السكانرز اللي موجودة دي او المسيحات البوقية اللي موجودة دي جابت بيانات العربية ولقطة العربية بنمرها بالبيانات اللي محتوطة متشفرة على الاستيكر فعدت من هنا لهنا لهنا لحد ما دخلت جوه خلاص دخلت جوه تم إبلاغ الاسم اللي موجود هناك او مدرية الامن في المينيا عملوا البحث بتاعهم جابوا العربية للراجل تلتة وامتلتة زي الفل زي ما هي ده قدى الى ايه تقليل معدل سرقة العربيات لانه اللي بس العربية دلوقتي هيتقف عليه مخسارة لانه مش هيعرف يعمل بيها حاجة وهتتجاب اتنين هو هيتجاب من قفاء ان شاء الله وهيخش السجن تمام التمام وكله بالقانون يعني ما هو حرامي ما يعني عنه هنطبطب عليه مش دي القص طيب لا انا عايز اقوله لك كل شيء اصبح بيتغير وبيتغير بمنتهى السرعة وبمنتهى القوة عشان كده قلت لك هو احنا وصلنا الى قمة هل اصبحنا نحن اسعد شعوب اسعد من النروجين انت فيه النروجين دايما يطلعوا من اسعد شعوب العالم لا لسه لكن احنا فين احنا في الطريق الصح بنجري بسرعة كام والله لو الطريق ده الناس بتجري عليه بسرعة 120 ما هو الطريق ده بقى ما فيه ويسرعة قانونية طريق التنمية ما فيه ويسرعة قانونية طريق الاقتصاد ما فيه ويسرعة قانونية طريق سعادة ورفيات المواطن ما فيه ويسرعة قانونية لو الناس كلها ماشي على 120 احنا أزحين على 160 قولوا ان شاء الله خلينا نشكر كله ايه ده ده الاهلين بتقعد دخلية دول ده شكل المدهمات يعني خلينا نشكر الناس دول الناس اللي فضلت طول الوقت سهرانة ودفعت تمن علشان خاطرنا احنا خلونا نشكر كل واحد تعب علشان البلد دي خلونا نشكر كل واحد ضحى بحياته علشان البلد دي خلونا نشكر كل واحد سهران ما بينامش عشان خاطر البلد دي خلونا نشكر كل واحد بيعالج مريض في البلد دي ونشكر كل واحد بيساعد كل مواطن انه يحسن دخله ويكبر ويتعلم ويعيش بكرمته جوه البلد دي شكرا جدا للجميع عايزين نستأذنكم بقى في فاصل مش كده ونرجع نتكلم على سنوات سنوات على طريق التنمية والبنى في ذكرى يناير دعايم الجمهورية الجديدة محاورها ازاي مصر قدرت انها تستعيد امنها وامنت حدودها وشعبها ازاي قدرت انها تخلق ما يمكن الجمهورية الجديدة من انها تمكن الشباب وتدفع بهم للمقدمة ازاي مصر عرفت تحقق طفرات اقتصادية حقيقية ازاي مصر قدرت تبني وتنشئ مظلة حماية اجتماعية ودي اهم حاجة بالنسبة للناس اللي زيح عليك لمحدود الدخل خلونا ننتظر ضيوفنا الاعزاء بعد الفاصل زمان يعني قلت لما بامشي واشوف مناطق ظروفها صعبة فكنت بحلم بحلم ان يداي تغير يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله كل خورة مصر احنا حطين لنفسينا خطة ان احنا نخلصها في الثلاث سنة هنخلص الصرف السنة هنطمن على مية الشوق هنطمن على الكهر وحتى لا اطلب مقدمات طويلة انا قلت المقدمة قبل الفصل خلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الستوديو سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدرسات الاستراتيجية منوارنا ازاي الصح كل تمام ربنا يسلم حضرتك خبرنا الاقتصادي الرائع والجميل استاذ محمد نجمال نوارنا شكرا جزيلا ربنا يخبرنا اهل وسلم بحضرتك سيادة النائب الزميل الصديق الرفيق محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواد اهلا بي ازاي الحال كل ماشي منوارنا كل سنة وانتو طيبين في يوم من اروع الايام اللي شافتها مصر فيه تاريخها الاكثر حداثة لو صح الكلام خليه يمكن اهبدأ من سيادة العميد كيف يرى سيادة العميد 25 يناير سنة 2022 وصلنا لإيه الحقيقة احنا وصلنا لما كناش نحلم به سواء كان في ثورة يناير او حتى في ثورة 36 في كافة المجالات الحقيقة احنا اه على المستوى الامني والعسكري يعني انبارح والعالم كله بيتداول من خلال اسبوع ده مصر في الترتيب الـ 12 اه في القوى العسكرية اه في جيوش العالم اه متفوقة يعني هي بتأتي بعض دول كبرى يعني وفي سنة عشرين كنا في الترتيب التاسع كل ده تحقق خلال المشوار ده بالمناسبة ما بعد ثورة يناير كنا في التمنتاشر في الترتيب التمنتاشر اه وده اللي بيعكس في المجال العسكري الجميل لما تخش في التفاصيل يعني يعني الرقم ده الناس تشوفه كويس لكن لما تخش في التفاصيل انا عايز اشير ان فيه جزء من التطور في القطاع المدني هو اللي ساهم فيه سبات وتطور الترتيب العسكري عظيم ان الدخل القوم الاجمالي بيدخل لاحتياط النقدي بيدخل الديون بتدخل كمعامل سالب وبطم الجميع ان احنا ترتبنا في الديون الستة وتسعين على العالم لانها ليه علاقة بالديون لعدد سكان لدخل القوم الاجمالي للقدرة الشرائية المكافأة القدرة الشرائية المكافأة والقدرة على الساددة والقدرة على الساددة احنا مسجلة واحد ونص تريليون دولار قدرة مصر الشرائية واحد ونص تريليون دولار طبعا الدخل الإجمالي قريب من الربعمائة مليار دولار يعني حنيبق قريب نص تريليون دي أرقام تريليون دي لم يكن بسمع عنها. على المستوى الامني يعني سيادتك في البداية كلمت على ما تحقق في قطاع الامن قطاع الامن تحقق في في كل قطاعات. وقطاع الامن الوطني طبعا في المقدمة لأنه هو المعلومات طبعا. قطاع الامن المركزي والعمليات الخاصة يعني نهضة في الادارية في الايواء اللي يتعلق بالزباط والمجندين والمعسكرات يعني ارتفاع في مستوى الكفاءة القتالية الروح المعنوية وزي ما قال الرئيس في كلمته التاريخية السنة دي في العادة السبعين ان بقاء الوطن يعتمد على وجود شرطة وطنية طبعا. مدركة ووعية لمهمتها الوطنية وده اللي بقى موجود يعني انك عندك شرطة متطورة ووعية. ان اللي قاله الرئيس في مجمل كلمته هو ملخص عناصر البقاء في الامن القومي للدولة ومعنصرين البقاء والتنمية لا بقاء لدولة بدون شرطة وطنية وعية ولا تنمية بدون شرطة وطنية وعية مية في المية. ميش حد حيستثمر عندك وما عندكش امن. المواطن لو ما حصش بالامان يتحول نفسه الى عنصر مؤثر على الامن فالتضحات اللي قدمتها الدولة المصرية كلها من شبابها لجيشها لشيوخها لشرطتها لقضاءها لكل ده. احنا بنشعر بيه النهاردة المؤشرات العسكرية الامنية التحديات تتكلم في تأمين سواحل وحدود سواء كانت بحرية او برية مع دول انهارت الحدود فيها بيت بتأمينها لوحدك باجمالي خمس تلاف وستمائة كيلو يعني مش فكرة طول البحر الابيض فكل ده لما توصل لمرحلة انت دلوقتي بتقود منتدى المخابرات الافريقي بتقود منتدى المخابرات العربي قيادتهم بقت في مصر بتقود دول وزراء الدفاع السحل والصحراء عندك مركز مكافحة ارهاب دول السحل والصحراء عندك مركز اعادة اعمار ما بعد صراعات احنا مصر بقيت تجربة استثنائية في كل الدول اللي اطلق عليها دول الربيع العربي بمناسبة 25 اناير ده كان متصاحب مصاحب لما اطلق عليها الربيع العربي وبقيت نموذج ملهم يعني احنا النهاردة عندنا رئيس الجزائر عبد المجي التبون في اول زيارة رسمية لمصر ولما تشوف النقاط اللي بيتكلموا فيها كلها نقاط اصبحت مصر تمثل نموذج في مكافحة الارهاب في علاقات الخارجية في العلاقات العربية وحل المشاكل سويا داخل افريقيا في اطار افريقي او حل المشاكل في الازمات اللي هي بقت مستفحلة صحيح في المنظومة العربية وصلنا في الاخر لكل من كان يرى ان ثورة 25 يناير وسيلة لتحقيق غاية اللي هو يبقى عندنا وطن قوي مستقر حيكون راضي باللي بيحصل كل من كان يرى في 25 يناير ان الثورة غاية لن يرضيه ما حدث عشان نبقى واضحين هي وسيلة ما تبقى الثورة غاية عمرها ما تكون غاية هي اداء ووسيلة ووسيلة استثنائية وعالية التكلفة طبعا ان كانت يعني حصل مرة ونجحنا الرئيس في كل كلماته خلال يعني الشهور الاخيرة بيقول الحمد لله وده كرم من ربنا وان احنا خرجنا من المرحلة دي يعني من مرحلة ربنا كتب لنا عمر جديد كتب لنا عمر جديد الهنا اخد الكلام ده قبل ما اروح لصديق العزيز محمد عبدالعزيز عشان اعرف الانعكاسات بتاعت ده على ملف يكاد يكون واحد من اهم واقوى الملفات مش بس اللي موجودة في مصر لكن على مستوى العالم وملف الحقوقي بس الرابط اللي عامل وسادة العميد ما بين الامن وما بين الاقتصاد يا خينا سأل خبير الاقتصاد هذا الربط الى اي مدى هو مهم وهو ربط لصيق ام اقتصاد يؤدي الى تنمية طبعا فيه ارتباط يعني مباشر وافتباط حتى مش محتاجين احنا نشرحه كتير هو مفهوم حتى مش بس للمتخصصين هو مفهوم المواطن العادي انه هو فعلا هل ممكن انت تحافظ على وظيفتك بدون امن هل ممكن تحافظ على شغلك بدون استقرار بدون ان الدولة يكون فيها اقسم شرطة شغالة يكون فيها مؤسسات امنية شغالة يكون فيها سادة قانون يكون فيها مستحيل لكن لو حضرك بتسألني عن الرؤية الاقتصادية الاقتصادية بحتة بحتة تماما نفاش اي مشاعر الاي اصورة 25 يناير والاي تحرك جمهيري عموما فالاقتصاد ومن ناحية اقتصادية بحتة نفاش اي مشاعر ولا عاطفة ومن زاوية قصيرة الاجل فهي بتشوف ان اي تحرك جمهيري في الشارع في اي حتة في العالم في اي زمن هو شيء سيء شيء سلبي اي تحرك اي حاجة حالة تفوضى وعدم استقرار ونزول للشارع باي شكل في اي دولة هنقول ان ده تحرك سيء اي ان كان هو احنا معامين رغو ان انا شخصيا شاركت في الثورة وانا شخصيا حتى هذه اللحظة شايف ان هي شيء ايجابي وعظيم جدا لكن لو واصلنا في سنة 2011 يعني 25 يناير كنت هقول لك لا ده سيئة جدا من المنظور الاقتصادي لكت كياب الاقتصاد لكن النهاردة بعد عشر سنين على مرور هذه الحداث وعلى مرور الثورة احنا نقدر نقول ان الثورة النهاردة على بقى زاوية طويلة الأجل بقى منبص عليها هنلاقي ان هي عاملة وبشبهها بشاشمية بسيط شوية زي كده حارك عالي في القص عندما تتحوط عايز تدرب السهم فتشد القص لورا شوية بتخلق تنشن طبعا لا اصدقوا انت بترجع لورا شوية بتاخد مسافة للخلف شوية عشان تقدر تجري مسافات طويلة تدرب السهم لمسافات طويلة احنا اللي حصل عندنا هو ده بالزبط اللي حصل ان احنا رجعنا للخلف مسافة جميلة جدا في 2011 لحد 2016 من 2016 احنا خدنا سرعات مهولة انطلقنا بقى السهم عجبني المسأل بصرحة هو بالزبط حرفين كده بس هو الرزق هنا بقى هو كل دولة تقدر تعمل تاخد المجازفة دي انها ترجع انها تقع تقع تماما ويحصل هذا مش بقول تحريك المياه الراكدة لا ده احنا عملنا زلزال في المياه الراكدة من 2011 لحد 2014 هل كان حد يضمن ان احنا كان هيجلنا قائد زي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان وقتها كان مدير المقابلات الحربية ثم حصل تصعيد وبعد كده تولى قائد العمى ثم بعد كده الرئيس الجمهوري حد كان يتخال ده يحصل الرزق كان عالي جدا حد كان يتخال ان احنا قد ننجح في 30 يونيو و 3 يوليو حدش كان عارف وشت النائب قاعد يعني يعايز ذلك اكثر مني ويقدر يقول لنا ويشرح لنا حد كان ضامن كان فيه رزق عالي جدا طب حد كان عارف هو ايه الموقف الدولي كان اصلا 3 يوليو دي تنجح طب على كده 14 اغسطس كان ايه الرد الفعل اللي هيحصل علينا هل كان ممكن يحصل تدخل الدولي تدخل عسكري حصار علينا وحصل بشكل جزء يعني حصار علينا فكان فيه رزق عالي جدا لكن اقتصاديا النهاردة بعد 10 سنين ونظرة طويلة الاجل لا احنا عاملين زي القوس بالضبط احنا خدنا مسافة كبيرة للخلف وقعنا كتير خسارنا كتير جدا لكن ارتدينا والقوس انطلق وحققنا سرعات وجرينا بسرعات اقتصادية مهولة اكبر بكتير من ان اي حد كان يتخيل في 2011 ان احنا قادرين على ان احنا نعمل ده طيب ده بيخليني هنا انتقل على طول سيادة النائب آل عزيز السيد المحترم محمد عبد العزيز 20 سنة نضال سياسي تقريبا يا محمد 20 سنة تقف وانت حالما بمستقبل عظيم لهذا الوطن ايا كانت التكلفة انا بحلم ومصمم ان انا حقق حلمي ثم 25 يناير ثم 36 ثم وتمرد وبعد ذلك تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين والمجلس القومي نحوق الانسان ونائبا في البرلمان بل وكيلا لهذه اللجنة زي ما بقولك صاحبة الملف الشديد الاهمية الاي مدى بتشوف بعد 20 سنة زي ما بقولك من هذا النضال الوطني للواحد يحسدك عليه ويشكرك عليه كمان انه الجمهورية الجديدة ادرت في 25 يناير 22 تضع بصمة غير قابلة للمحو في مكتسبات حقوق الانسان المصري اولا كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بخير بمناسبة عيد صورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية وانا بنقول انه النضال الوطني المصري متصل عبر تاريخه لانه اذا كنا بنتكلم انه من 11 سنة البعض من المصريين حلموا به وطن افضل في 25 2011 فمن 70 سنة ايضا في شباب مصريين كانوا رفضوا المساس بكرامة الوطن المصري صحيح ووقفوا في وجه الاحتلال ورفضوا تسليم اسلحتهم في الاسماعيلية من كله عن سنة 52 25 يناير 52 حينما رفض الشبان المصريين من الشرطة المصرية من البوليس المصري التسليم للاحتلال في هذه الفترة ايضا هو زي ما قلنا النضال الوطني متصل انه في شباب مصري في 25 يناير 2011 ايضا كانوا يحلموا بوطن افضل يحلموا بمعدلات تنمية مرتفعة يحلموا بحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية اذا بنبص النهاردة في سنة 22 وعايزين نتكلم عن ال 11 سنة الاخيرة وما جرى فيها من تحولات درامية كبيرة خلينا اقولك انه ما نقف عليه الان يشبه المعجزة بكل المقييس سواء كانت السياسية والاقتصادية والعسكرية والدولية وانا عيشت تجربة 30 يونيو و3 يوليو وشفت الموقف الدولي وتأزماته كان شكله عامل ازاي الان اللافت للنظر بالنسبة لي ان الرؤية المصرية للمنطقة وللإقليم ولهذا الوطن هي السائدة واللي بيقتنع بيها المنطقة والإقليم والعالم كله بانه هذه هي الرؤية الوحيدة الصحيحة واذا كنا بنتكلم عن سنة 2011 وتغيرات حصلت في عدد من الدول الشقيقة شوف ان الدولة الوحيدة التي استطاعت ان تتحرك في مصار آمن الان هي مصر تقريب حتى الدول التي كان لديها رؤية مختلفة مع مصر مثلا في علاقة التحول الديمقراطي او التحول السياسي اللي حصل في مصر به طيار الإسلام السياسي او طيار الإسلام الطيار المتأسلم الجميع الآن يرى ان الرؤية المصرية صحيحة ان هذا الطيار وطيار ارهابي لا يمت الى الإسلام بصدر حتى في دول اعتبرتهم في مرحلة من المراحل شريك شركاء في الحكم لكنهم أثبت التجربة عمليا ان الرؤية المصرية كانت صحة في السياسة في الاقتصاد انا طبعا مش هتكلم محمد نجمع الجنبي لكن اي حد بيقرأ قراءة منصفة وموضوعية في مثلا مبادرة حياة كريمة ويشوف انه هذه المبادرة بالارقام الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية هي المبادرة التنموية الاكبر في العالم من حيث عدد المستفدين من حيث الاموال يعني المنفقة من اجل احداث هذه التنمية من حيث عدد اللي بيشتغلوا فيه هذه المبادرة من الشباب واللي بيقوموا بعملية التنمية انت بتتكلم عن مبادرة بتخدم حوالي خمسين مليون مواطن مصر في القرى المصرية لو هنيجي على ملف حول الانسان وملف حول الانسان احنا كمصر يعني شركاء في صياغة كل المواصيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومصر كان لديها عضو في اللجنة التي صغت الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 48 ولكن حتى المواصيق الدولية لحقوق الانسان وهي بتقسم حقوق الانسان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية يعني لو هنتكلم يعني بموضوعية لا يمكن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية دون تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هل يمكن أن تضمن حق في حرية الرأي والتعبير والحق في حريات الانتخاب دون أن تضمن الحق في السكن اللائق والصحة والتعليم والوعي والثقافة استحادة وإلا تبقى بتعطي حق الانتخاب لمن يستطيع أن يدفع أكثر إذا ما أحدثتش تنمية لو أنت بتتكلم على أنه الهدف فقط بشكل قشور كده يعني أنك تعمل عملية ديمقراطية شكلها كويس ما ده سهل بالمناسبة يعني ده أسهل حقيقة لكن في النهاية هل ستصبح هذه العملية الديمقراطية هي معبرة حقيقية عن إرادة الشعب في تأديري مش هيبه تعبير حقيقي لكن الذي يحدث تعبير حقيقي هو اللي يعمل مبادرة حياة كريمة مقترنة بأكبر نسبة للشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية أعضاء في مجلس الموابقى لربنا تجربة أكتر من كارثية في برلمان الأخوان الأخوان جمب بانتخابات وده بيقولك أنه وبعد السنة نفس الشعب هو اللي نزل أدرك أنه هؤلاء لا يمكن هذه عصابة لا يمكن أن تحكم تبدو عملية ديمقراطية ولكنها في قلبها هي غير معبرة بشكل حقيقي أو وقاعي فأقولك جملة أنه دون إحداث تنمية اقتصادية أيما على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تصبح أي عملية انتخابية هي تزوير لإرادة الناس بشكل آخر لأنك هتدي الطرف الذي يستطيع أن يستغل حاجة الناس وعوازهم أنه يستخدم هذا الأمر لتزوير إرادتهم بشكل آخر الأصل في الموضوع أنك تحقق الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان مع بعض في مصارات متوازية تشتغل على الحق في الصحة فتعمل 100 مليون صحة وتعمل التأمين الصحي الشامل تشتغل على الحق في التعليم وده كلها حقوق أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإجتماعية الوقتصادية والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية أنا مش بكلمك على كلام إحنا اخترانا العالم يقول كده لو أنتم موصفين هو دي المواصيق الدولية تشغل الحق في التعليم تشغل الحق في التنمية الحق في الحياة الكريمة وتشتغل أيضا على الحقوق المدنية والسياسية فتلاقي عندك أكبر نسبة من الشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجودين في مجلس النواب الحالي تكلم عن أكبر نسبة للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجود في المجلس الحالي أكتر من 25% من السيدات موجودين فيما بتتكلم عن المواطنة وبتقول أنه منذ الاحتلالة العثماني ما كان الخط الهمايوني هو اللي بيحدد بناء الكنائس أصبح هناك لأول مرة في قانون لبناء الكنائس صادر عن مجلس نيابي منتخب في المجلس السابق في سنة 2019 فأنت هنا بتتكلم عن طفرة مختلفة في الحقوق بشكل متوازي اللي عايزك تشتغل في نوع واحد من الحقوق هو لا يريد أنك تحقق حول إنسان هو يريد فقط إنك تعمل شكل وفقاً لهوى معين سياسي ولكن دون أن تحدث حقوق الإنسان بمفهومها الشامل اللي فيها مسارات متوازنة حلو جداً أنا أستأذنكم هنروح لفصل ونرجع بعد الفصل هنكمل كلامة ويمكن نرجع بعد الفصل مباشرة سيدة العميد سامير راغب فيه يمكن الفكرة التي تدور في الرأسي الآن هي مسألة وضع استراتيجية لوطن بكافة فئاته تجمع ما بين الحفاظ على كافة حقوقه الإنسانية والحفاظ على تنميته الاقتصادية وأيضاً استقراره الأمني مش عايزة أسميها بس مجرد استقراره الأمني هي الوصول إلى أعلى مرتبة من الاستقرار الأمني لضمان الحقين اقتصاد وحقوقه الإنسانية كاملة نعود إليكم بعد الفصل استنوا لكم نحن عندنا قاعد بيانات لسابين وده أمر مهم قوي إن احنا نتحصل عليه لأن ما كانش لدينا ده قبل كده بالمستوى ده وبالدقة دي وبالتفاصيل دي المبادرة دي كان الهدف منها أن هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها وتحل ما أمكن عشان تخفف من ألام ومعاناة الناس وأقول لكم بكل صراحة وثقة إن من حق الشعب المصري أن يفقد بتضحيات أبنائه الأوفياء من الأطقم التربية والقائمين على المنظومة الصحية للدولة لمحاصرة فيروس كورونا واحتواء تداعياتي لقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباد بالمناسبة نكوننا بنتكلم على خيالات الأخوان وعلى رئيسات العميد قالك هم عايشين في حالة دينايل مستمرة state of denial يمكن الحتة دي هنجيلها بس أنا عايز أرجع للنقطة الرئيسية اللي أنا كنت عايز أسأل عليها حضرتك هي مسألة إنه الاستراتيجية التي تجمع بابين الوصول إلى أعلى معدل من الاستقرار الأمني الحفاظ على الاقتصاد مش أقول بقى بما لا يمس حقوق الإنسان ولكن يصبح داعما لحق الإنسان والمواطن أنا حمثلها لك باعتبار أن أنا مهندس هندسيا القوة الدولة مسلس ضلع منه اقتصاد ضلع منه قوة عسكرية ضلع منه علاقات خارجية كلما زاد أطوال الأضلاع هتزيد مساحة المسلس مش كده؟ طبعا كلما الأضلاع بس بشرط يكون المسلس معدول لأنه ممكن يتحول لو ضع ضلع يتحول لخط يعني لو دولة فقدت الاقتصاد ما بقاش فيه مسلس لأن فيه زاوية بقيت سافر يصبح فيه خط الحراف ده الحسن مع روسيا الهام التحاد السوفيتي إن فيه فيه اقتصاد وقع عندهم جيش نووي وعندهم يعني ملايين الزخيرة والأسلحة فكلما مساحة المسلس زادت هتديك فرصة إن داخل المسلس ده بقى مجتمع مدني بيشتغل وسياسة بتشتغل وإنسان بتشتغل وحرية رأي بتشتغل لإن عندك يستوعب ده عشان كده الرئيس لما أتكلم قالك إحنا محتاجين يبقى الداخل تريليون دولار يعني يتضاعف تقريبا الداخل ده لما يتضاعف اقتصادك تحسن بقى فيه فرص عمل الناس لما بتشتغل كتير ما بيبقاش عندها فرصة إنها تفكر في أشياء سلبة لأنه منتج طيب الرئيس عايزي تشغل كل الشعب وفيه ناس بتشتغل في الحياة الكريمة وفيه ناس بتشتغل في الزراعة وفي الزاهر الصحراوي وفي توشكة وفي أماكن كتير لكن خلينا واقعيين يعني أنا مش هقدر أروح للنرويك غير لي ما يبقى عندي بركبتة النرويك يعني أخد الدخل القوم الإجمالي أو أزعه على الشعب يبقى ده مثلا نصيبه مثلا في السنة 30 ألف دولار متوسط مصر فإحنا ما عندناش ده عشان نحكي بصراحة طيب الأضلاع الأساسية اللي إحنا سندنا عليهم هو ضلع الأمن القومي شرطة وجيش عشان مراحل التحول الصعبة أول ما بدت الأمور في 30 ستة تستقر بدنا في العلاقات الخارجية ابتدى رئيسي نطلق في أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي ابتدى كل دوائر من أمم المتحدة في زجراد كل التجمعات حتى مع الخليج مع العشقاء في الخليج كل ده عشان فيه ضلع لازم يتم بقى عندك استقرار وأمن قومي بقى عندك علاقات خارجية ابتدى الاقتصاد ينور الاقتصاد عشان ينور لازم فيه جزء بيعود على المواطن وفيه جزء بيعود على الاستثمار يبقى عندك شوارع بنية تحتية يبقى عندك طرق بالمناسبة كسافة الطرق بتخش في تقدير عناصر قوى الشاملة طبعا للدولة كسافة المواني وأصول النقل البحري بيدخل في الموضوع ده الكلام ده انت بتعمله أولا بقى عندك فكرة الردع الاستباقي والردع الإعلامي فكرة واللي كنت بتحكي فيه حضرتك قبل ما ندخل سرقة عربية حتيجي خطفت شنطة من أنيسة ولا سيدها حتيجي لا مكان للاختباء في مصر كاميرات مغطية كل الدنيا سواء المملوكة للوزارة أو المملوكة للمواطنين أو المحلات فأصبح عندك فكرة الفوضى أنت أمنيا تعاملت معه يعني فكرة المناعة اللي حصل في 25 يناير أمنيا أنا مش ده سياسة ولا كويس ولا وحش مش ده مش ده موضوع دلوقتي فكرة إزاي الشرطة فجأة يعني الشعب سواء كان للنسبة دول يعني بطريقة بأخرى عارفين بيعملوا أو مش عارفين أو مدفوعين ما كانش فيه مناعة لمناعة عنده المواطن في الإدراك فتقدر قناة أثر عليه أو طريق أثر عليه ولا فكرة المناعة عند الأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة في الوقت ده في الشرطة إنها تواجه مثل هذا النوع أنت بقى دلوقتي عندك حاربت المسببات لمثلها كذا فوضى وفكرة الإدراك وتحسين الوعي اللي الرئيس بيتكلم في كل مؤتمر أو مجموعة أو ندوة تسقفية القوات المسلحة اللي فيه جزء بيقوم بها بنفسه فخامة الرئيس إنه بيكلم الناس بشكل مباشر وبيتكلم على الإعلام يا جماعة يا مفكرين تحسين الوعي زي كورونا كده ربنا يعني يشفي الجميع لو حد عنده لو وصل العالم لفاكسين بقى عندك المناعة فحتى لو فيه الفيروس مش هتصاب طيب من ضمن خطوط المناعة دايما هي الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد يعني لو أنا بلد فيها حالة من حالات الرخاء الاقتصادي فده بيخلق لي خط مناعة وأجسام مضادة رهيبة مزهلة عظيمة الفترة اللي فاتت آه كان فيه كتير جدا مؤسسات الدولة هي اللي بتقوم بالاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص ده كان حاصل لكن على ما يبدو فيه اتجاه أكثر انفتاحا لتشجيع القطاع الخاص للمزيد من الاستثمار لأنه هو اللي قادر على جلب المزيد من رؤوس الأموال جلب استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر وبالتالي خلق فرص عامة واسعة في رأيك لما بنسمع الرئيس وهو يصر دائما على أنا عايز القطاع الخاص يدخل خلال الشهور القليلة الماضية فيه إصرار شديد من الرئيس على توضيح الصورة بتاعت الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الاقتصاد والمزيد من جذب الاستثمارات الخاصة سواء إذا كانت استثمارات وطنية أو عربية أو أجنبية بس هستأذن أروح فصل وارجع أكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر الحديث عن الهوى والحديث في الفواصل الاتنين الشيقين بصراحة خلونا نجد ترحيب مرة تانية بديقنا الأعزاء وكلنا بنسأل خبرنا الاقتصاد يستاذ محمد نجمة على مسألة فلسفة الدولة اقتصادية في فترة ما قبل 2011 وفي فترة تانية بعد كده كانت من بعد 2014 2015 قالوا هي أنه في مؤسسات الدولة هي اللي قاعدة عمالها بتشتغل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي فترة على ما يبدو اللي احنا مقبلين عليها هي توسيع شراكات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عايز نفهم دي أكتر وإصرار الرئيس عليها بصر استاذ يوسف احنا في النقطة دي هنكلم أولا بما أن احنا في ذكر 25 يناير في احنا هنتكلم هو فلسفة الدولة الاقتصادية قبل 25 يناير كانت عاملة ازاي بتصرف فلوس ازاي وإيه أهدافها أصلا حلو وبعد كده تغيرت ازاي النهاردة الفلسفة دي وإيه أهداف الدولة ايه التغير ما بين قبل 2010 مثلا أصال 2020 التغير ده عامل ازاي برسوم بيانية معنا توضح النسب المئوية لكل مصروف من مصروفات الدولة بتصرفه ازاي واستحوذ على نسبة نسبة كام من اجمالي مصاريف الدولة جميل جدا مش هكلم على الرقم كامل يار جنيه هكلم عن نسبة بس حطوها لنا جماعة على الشاشة هتلاقي لها توزيع مصروفات الدولة قبل ثورة يناير ايوه ايوه 2010 في واحدة شباهها بتاعت 21-22 تمام هو ده كده معروض باتيهم جبهالنا في الشاشة العملاقة لو بحب الشاشنة جدا عشان اقدر اه يعني حطوها في الشاشة ماش ايوه ايوه ايه المقصود بقى هنا ان انا بوضح هنا فلسافة الدولة رايحة فين اصلا يعني احنا معانا هنفترضن احنا معانا عشرة جنيه هي ده كل مصروفات الدولة عشرة جنيه هنصرفها ازاي 36 في المية 36 جنيه هتروح على الدعم اه 22 جنيه هتروح على الاجور ماش الاستثمارات 12 جنيه فقط فوايد الديون اللي كانت اغلبها ديون استهلاكية 15 جنيه شرق سلع وخدمات 7 في المية مصاريف اخرى 8 في المية دي بيتلخص لو انت عايز تفهم الدولة بتفكر ازاي فهي يهمها جدا الدعم اه التموين النهاية تديره اغلب مصارفها اغلب قدراتها الاتصادية بتصب في الناحية دي عشان بنقدمه في شكل تهدئة الشارع حفاظ على استقرار الدولة استقرار النظام استقرار الحكم ما نقربش من الاستثمارات اترمخ على فساد استثمارات قليلة جدا طبعا ناهيك عن انه الدعم ده كان دعم اعمى بيروح لناس لا تستحقوا اصلا اه طبعا ودعم كان لا يصل لكتير من الناس اللي تستحقوا يعني ناس كتير كانت في مستوى داخل كويس وبتاخد دعم ما تستحقوش وناس تاني كانت استحق الدعم وما بيوصل لهاش صحيح والاستثمارات طبعا المشاريع الجديدة وخلي فرص العمل كان رقم اربعة او رقم خمسة ما كانش من ضمن اولويات الدولة فيما سبق الرسم البعين اللي بعده هيوضح اختلاف كبير في فلسفة الدولة ورؤيتها لتوزيع المصاريف وتوزيع قدراتها اللي هو بقى 21-22 بالظبط اللي بعده خش عليه ها اقول جذر ايوه ايوه نفس الميت جنيه بتتوزع ازاي بقى هلاقي ان اكبر اكبر رقم بيروح للفوائد الفوائد اللي هي ايه اللي هي بندفعها على ديون كلها على المشاريع كلها استثمارية فدي فوائد تدفع على ديون بتنفق على استثمارات يعني دي استثمارات غير مباشرة 32 جنيه من الميت جنيه اللي معانا مش بقتارة فلوس اروح اشتري بها اكل قطط ده الفرق بالظب ده الفرق فرق كبير قوي رقم اتنين بص على الاستثمارات كده دي استثمارات مباشرة 19 في المية 19 في المية 19 جنيه من كل 100 جنيه الدولة بتحطها في استثمارات مباشرة من الخزانة العامة للدولة الأجور انخفضت بقت 20 في المية أو 20 جنيه من المية الدعم بقى الدعم اللي هو كان 36 بقى 17 يعني انخفض اكتر من النص فهنا انت بتقدر تفهم هو ايه التغير واللي حصل انه ازاي الدولة هي بدأت والدعم هنا اللي انخفض ده اصبح بيروح هو انخفض لسبب ايوه انا وديته للي بيستحقه بالزبط كده مش اي فنكوش الحاجات تانية الدعم على الوقود والكهرباء والمية ده الفلوس دي الدولة ما حطتهاش في جبها اه وزعتها على حاجات تانية صح يعني الدعم كما ندفع 120 مليار جنيه قبل ما نبدأ الاصلاح 120 مليار جنيه على دعم الوقود فقط 120 مليار المية وعشرين مليار دي النهاردة تتروع في حدود الـ 15-13 رقم بسيط جدا طب في فرق ده رقم بين المية دي بالزبط روحنا عملنا بها الشبكة القومية للطرق 9000 كم طرق مثلا بالزبط 100 مليون صحة حياة كريمة اللي هي تكلفة 700 مليار جنيه هنجيبها مني 700 مليار جنيه دي في جزء قاست دانة وقروض بناخدها بنسميها قروض جيدة قروض حميدة قروض استثمارية بس في جزء تاني من الخزانة عامة للدولة ان انت بتحرك من هنا بتودي هنا بتشيل من هنا تحط هنا من دعم الوقود تحط هنا في حياة كريمة من دعم الكهرباء تشيله وتحطه في حيطة تانية من الرسوم اللي على الطرق والكارتات والدماغات والحاجات دي بتزودها هنا وتقوم حطتها في منظومة الرعاية الصحية او نظام منظومة التأمين الصحي الشامل فالخلاصة ان انت بتحاول تخلق توازن بس التوازن ده انت زي ما قلنا في الابداية خالص ان انت عايز تنطلق باقصى سرعة انه اخيرا القوس اللي تراجع في 2011 انطلق لاقصى سرعة بعد 2016 ده الشقة الاول من الكلام هو ايه؟ اختلاف الفلسفة بين قبل وبعد فالدولة اخذت خطوات للامام عملت المبادرة هي اللي بقت الدولة هي اللي بتقود التنمية ومعدل نموه الاقتصادي اغلبه جاي من الدولة بس ده ما ينفعش يفضل مستمر للأبد اللي الدولة لها قدرات محدودة في النهاية لازم اروح القطاع الخاص على طول هو كمان يشتغل في اخلاق لي فرص عمل برضو شكل اقل مستدامة ومستدامة واكتر تنوعا طب هنا هنا بزبط هسأل سادة النائب محمد عبدالعزيز قبل ما نروح الفصل ناخد الاجابة بعد الفصل اللي احنا بقى شفناه في الرسمين التوضيحيين او الفايت شارتز اللي احنا شفناها دي لما اجي اخدها واجي اعكسها على الملف زي ما بقول اللي بعتبره دايما اكتر اهمية اللي هو ملف حقوق الانسان لانه حق الانسان في النهاية خلص هو بالتأكيد اهم شيء ممكن نتكلم عنه بلاقي انه انخفاض الانفاق على الدعم زي ما شرحه نجم فيذهب الدعم الى مستحقية من ناحية وابدأ اغير فيه الفلسفة الاقتصادية بتاعتي واقدر اغير كمان فيه شكل الانفاق وحجم الاستثمار واشكاله هل ده يؤدي الى انعكسات ايجابية في ملف هو الانسان هل يراها العالم ولا العالم يرى ما يريد ان يرى او بعض العالم يرى فقط ما يريد ان يرى ان اراد ان يشاهد اصلا او يفتح عني هستأذن هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة 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 انه اي حد يقول طبا والله الانفاق قبل 2011 ده مش بطاط راجل بيدي دعم للفقرة هو حاجة كويسة ومحافظ على انه نسبة الدعم تبقى كبيرة جدا بس كان دعم لازم الاهم هو ده بقى عشانك يقولك ان الاقتصاد لا يجب ان يترك كل منظومة بيبقى عندها اقتصادييها المعبرين عنها وبالتالي لو بصيت للرسم البياني اللي اتعرض يمكن ان يفسره بعض الاقتصاديون على انه ده الدعم هو اخد رقم كبير وبالتالي ده له معنى ايجابي يعني الانحياز السياسي هو اللي يفسر يترجم ماذا يقصده الاقتصاد هل حينما تنفق على الدعم اكبر من اي حاجة تانية هل ده معناه ان انت عايز تحافظ على العدالة الاجتماعية ولا عايز تحافظ على بقاء النظام واستقراره بغض النظر عن المصطح الوطني هي دي النقطة ده السياسة ولذلك انا اخدت من الارقام ده للوهلة الاولى انه اللي احنا شفناه من تطور طريقة الانفاق او انحيازات الدولة واحنا بنتكلم في سنة 22 الدولة في هذه المرحلة تنحاز للمصلحة الوطنية وليس لصناعة شعبية زائفة الاهم انك ماذا حتى لو كنت هتديك ده ومر لكنك عارف ان هذه الطريقة هي اللي هتعالج الخلل اللي موجود في بنية الاقتصاد على مدار سنوات طويلة انت ممكن تحس انه الطريق ده اصعب لكن ده الطريق الصح انت تاخد الطريق الاسهل لكن ده الطريق الغلط انك هتصل الى مرحلة من ان الطريق هتسد قدامك مش هتقدر توفي عايز مخفض الحرارة ولا حقنة الانتيبيوتك انت بتا اللي انت خد اللي انت تعملت بي في هذا المنهج في الانفاق في طريقة الانفاق هو ده المنهج اللي يبني تنمية مش يديك مسكنات تبني تنمية معناها ايه؟ معناها انك انت تزود الاستثمارات لو بتتكلم على زيادة الاستثمارات ده معناها انك مش بس بتغير في الشكل الاقتصادي انت كمان بتغير في خصائص السكان لانه حينما ترتفع معدلات التشغيل الاستثمارات تزيد الشخص اللي اشتغل واللي دخله بيتحسن والاقتصاد بياخد طريق لانطلاق نحو مزيد من الاستثمارات ده يخلي هذا الشخص يتعلم افضل يخلي هذا الشخص يبقى مصقف اكتر يبقى عنده قدرة في مراحل من المراحل اخرى على الترفيه فيدخل السينما ويبقى عنده فرص اكبر لي انه ترتفع جودة الحياة بالنسبة له انعكاز ده ايه؟ على حول انسان حقوق الانسان زي ما قلت هي وحدة متكملة لا انا لا استطيع ان انظر الى حقوق الانسان باعتبرها حقوق مدنية وسياسية فقط لكن انا انظر لها الى الحق في التنمية احد اهم الحقوق الاساسية لحقوق الانسان فانا لما اجي بتكلم عن انه معدلات التنمية بترتفع مصار التنمية بيزيد لما بشوف النهاردة انه عدد الكيلومترات من الطرق اللي اتعمل اللي هو تقريبا ربع شبكة الطرق اللي موجودة على مدار تاريخ مصر يعني انت بتكلم على في ال 7-8 سنين دي ارجو حد يصحح لي لو بنتكلم عن 9000 كيلو اتعمل من 27000 كيلو تقريبا مش كده فاحنا بنتكلم عن رقم نسبة ضخمة جدا يعني 27000 كيلو ده تاريخ مصر من الطرق في ال 7-8 سنين ده اتعمل 9000 كيلو بس ولسه الموضوع مخلص هل ده انت هتقول لي وانا هستفيد ايه بهذا التوقع لا اولنا تذكر الوعد القديم الوعد القديم كان كلهم على بعض 5000 كيلو اللي قالهم لنا الرئيس اول ما تولى قال هنعمل 5000 كيلو بوصل 9000 السؤال بقى هل انا محتاج 9000 كيلو ده مفيد في ايه ده مفيد في انه لا تستطيع انك تبني اقتصاد قوي بدون وسائل انتقال امنة لانه انت لو هتعمل مصنع لازم بقى فيه طريق ينقل البضاعة طبعا وده يخلي انه فرص التشغيل تزيد لان انت لو ساكن في مكان وشغلك في مكان اخر هتحتاج زمن التنقل ده وحرق الوقوع ده بقلل تكلفة الاقتصادية ده بتقلل تكلفة الاقتصادية كل انعكاس هذا الامر في ملف حقوق الانسان بشوف انه الذي يريد ان ينظر الى ملف حقوق الانسان بموضوعية كما نعلمه وكما درسناه وكما قرأناه ان حقوق الانسان واحدة متكملة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هيشوف انك انت عملت طفرة ضخمة جدا في ال 87 دي من يريد انه يستخدم ملف حقوق الانسان استخدام سياسي لان يدفعك الى ان تدفع التنازلات انت مش هتعملها كمصر هيفضل شايف ان انت في مكان مش اللي هو عايزه في مكان خاطئ من وجهة نظره الطريق اللي احنا اخرناه زي ما هو قلنا انه طريق صعب لكنه هو الطريق الاصح صحيح احنا عايز اشكركم جدا على رأي سات العميد الموضوع اللي انت فتحته ده يوسف عايز له 3 ايام بس وماله نيجي يوم تاني وتالت وربع احنا نتشرف بوجودكم معانا حقيقي انا بجد سعيد جدا بوجودكم معانا في اليوم ده لانه ده يوم يعني يمثل بالنسبة لي شيء عظيم جدا فوجود حضراتكم بالنسبة لي يجعل هذا اليوم اكثر سعادة واكثر ربحية طالعا وحنا بيكلم في الاقتصاد هو خلصة الحلقة خلاصة القول على الاقل من وجهة نظر واحد رجل ماركسي عتيد يعني دايما عبدالعيزي تاريق عليها في الحلقة الا انه شوف يا مولانا لما الدولة تدي دعم كبير معناها انه الدولة عايز المواطن ولمؤاخذة يعني يفضل طول الوقت مادد ايده للدولة يتسور لما الدولة تقلل معدل الدعم زي اوروبا على سبيل مثال فيصل الى درجة الصفر ده معنا ان المواطن قادر على ان هو يوفي احتياجاته بنفسه يعني فيه فرص عمل وفيه قدر من التعليم يسمح له بانه بيقبض مبلغ عليه الايمة يصرف منه على نفسه هل ده معنا انه ما بقاش فيه مظلة حماية اجتماعية لا لازم هيان نرويج ما فيهاش ما نرويجش يعيين عندهم دعم ما عندهمش لكن عندهم مظلة حماية اجتماعية اللي هي ايه نيبقى فيه عندي تعليم محترم مخافض التكلفة صحة محترمة تكاد تكون معدومة التكلفة الاخ 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 ان اردتم ذلك خليكم مؤمنين باللي بيحصل ابتسم انت في الجمهورية الجديدة خلصت الحلقة ولو كلنا العمر نتقابل بكرة ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التسعة اقل من دقيقة هتلاقي معاك كريم رمزي ورقم عشرة استنونا اشتركوا في القناة